الأم الحقيقية وهكذا تسمى تسمى أم العصر الجديد الأم الحقيقية للعصر الجديد وهكذا إيه لقبت هي يقولون فيلسوفة فيلسوفة والعرافة والساحرة والمنجمة والباطنية والغنوسية الروسية التي هاجت إلى أمريكا بعد ذلك وتنقت في العالم في الهند وفي إنجلترا إلى خيره هيلينا بلافاتسكي هيلينا بلافاتسكي ستقول لي مؤسسة الثيوسوفية بالضبط مؤسسة ما يعرف إيه بالحركة الثيوسوفية في أواخ القرن التاسع عشر الثيوسوفية التي تأثر بها نفهر من المفكرية العرب وخاصة في مصر وعلى رأسهم أحمد زكي أبو شادي أحمد زكي أبو شادي معروف هذا من قرأ إيه لهذا الرجل وقرأ عنه الثيوسوفية الثيوسوفية بمعنى إيه الحكمة الإلهية لأن السوفي معنى هذه الحكمة ومنها إيه حب الحكمة إيه فلسوفي أما الثيوس الإله يعني حكمة المنسوبة لله الحكمة الإلهية لكن هذه الحكمة إلهية من دون تطويل وعود وقرأ عنه الثيوسوفية وأدبياتها وخاصة في الكتاب المؤسس والمهم لبلافاتسكي وهو كتاب العقيدة السرية العقيدة السرية هذه السيدة تصرح في كتابها في مواضع كثيرة بأن إبليس وطبعا يسمى في الأدبيات لسفر 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 إبليس وطبعا يصرحوا انتبهوا أنه لسفر هذا حامل مش على الاستنارة النوراني لسفر من الاسم أنه هو الشيطان سيتان يقولون هو الشيطان هو لسفر هو سيتان هو نفسه مش اثنين عيسى اثنين تصرح بأنه كائن عظيم ونوراني ومبجل وكريم وعلى حد قولها لا يوجد ملك أعظم منه في الكرامة بل لا يوجد من سواه في الكرامة من بين الملائكة المكرمين إبليس أعظم منهم جميعا انتبهوا كفر صريح طبعا كفر وتجديف وكلام فرد وشيطانة عجيبة جدا جدا فعلا هل أنبئكم على من تنزل الشياطين لا إله إلا الله والله العظيم نعيش في القرن الحادي والعشرين الغير متابع حين يقرأ كتاب الله أحيانا ممكن يشعر بنعمل التساؤل هذا معنى أن يقول الله في كتابه ويخلد هذا القول لم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم حدو ومبين وأن يعبدون عبادة الشيطان من يقول طبعا والآن سنأتي على عبادة الشيطان أنتون لافي هذا مؤسس كنيسة الشيطان وواضع إنجيل الشيطان البايبل يعني تبع الشيطان هكذا سمى إنجيل الشيطان الكتاب المقدس الشيطاني والعياذ بالله كل هؤلاء يشتغلون على مشتركات ينطلقون من مشتركات ويلتقون عليها ويلتقون عليها يقول لك انتبه ولذلك انتبه الآن سوف تسمع سوف تسمع من هؤلاء الدعاء في العالم العرب والإسلامي من يقول لك لقد ضحك علينا خدعنا عبر حياتنا بخصوص ماذا؟ بالصدد ماذا؟ بالصدد ماذا؟ يقول لك بالصدد ما يتعلق بإبليس إبليس ليس ذلك الكائن اللعين الشرير أبدا إبليس كائن جميل ونوراني وطيب ويبغينا الخير ويبغي حريتنا ويبغي خيرنا ومتحتنا وأن نعيش نحرف ذواتنا كما صرحت السيدة وغيرها وغيرها قالوا هو الذي علمنا على استر إكراولي في القرن العشرين أكبر ساحر في هذا العصر وألعن ساحر أفحش رجل رجل آية في الفحش والشر والعياذ بالله ربما يكون الأسوأ على الإطلاق في القرن العشرين على استر إكراولي إكراولي يقول عبر هذا الذي ما اقتنعت قال ما رضيت يوما ما رضيت يوما أن أكون من بين خدامه من خدام مشاريعه إنما أردت أن أبحث عنه وأن أواجهه لكي أعمل لديه كبير موظفي يكون البعيد الخادم رقم واحد يعني إبليس رقم اثنين ويقول كراولي في كتبه والعياذ بالله صاحب كتاب القانون كتاب القانون الذي يزعم أنه أيضا أوحي إليه هكذا يقول أوحي إلي في وحي المسألة في وحي أوحي إليه وهو في شهر العسل في مصر 1904 في شهر أبريل أوحي إلي هل أنبئكم على من تنزل الشياطين لا إله إلا الله ليستر هيكس سيدة هيكس موجودة الآن 75 من عمرها مشهورة جدا صاحبة الكتاب الذي ترجمه العرب ويقرأه أبناء وبناتنا أنا أقول لمن يترجم هذه الكتب لك موقف عظيم بين يدي الله ولمن يشيع هذه القرافات وهذه الوثنيات وهذه الشركيات لك موقف شديد عصيب بيّن يدي الله يا رجل ما الذي تفعلونه بأبنائنا وبناتنا ما الذي تفعلونه بدين محمد عليه الصلاة وأفضل السلام إذا فشلتم أن تروا الجمال والجلال والصدق والاستقامة والكرامة في دين محمد هذا ليس لأن دينه قاصر بإلا أنكم فشل أنتم فشل أنتم ما عرفتم كيف تتدينون أصلا ما عرفتم ما هو الدين الشياطر فيك وخلى الدين سياسة ونزاع على الكراسي عشان بردو يترأس وصير شغل كبير حب التصدّر وحب الإمارة اللي فشل في هذا يشتغل في هذا المجال الآن شيء عجيب جدا جدا لكن الدين الحقيقي الذي يدلك على الله ويحققك بفقرك وعبديتك ويصل حبلك بحبل الله حقا حتى تغدو وتصير في نهار موصول الشروق والضياء في نعمة الله ورحمته وحضوره لا إله إلا هو أنتم ما عرفتم أي طبعا ولذلك كفرتم به وتكفرون الناس الآن به وسأقول هذا وهذه الرسالة الأخيرة لخطبة اليوم فقط هذا هو هذا هو يعود كراول يقول لك هذا أوحيي إلي في مصر 1904 كتاب القانون ما خلاصة كتاب القانون وخلاصة الثلمة الدين عمل نحن جديد دين قال لك أنا مؤسس دين جديد اسمه ثلمة ما خلاصته ما جوهره قال لك جملة واحدة افعل ما يحلو لك افعل ما تريد أن تفعله لذلك هو كان مزدوج الميول الجنسية مع الرجال ومع النساء وإن شئت مع الحيوانات ومع البهائم ومع الطيور لا بأس أي شيء كل ما تحب أن تفعل أن تفعله افعله عكس الشرع الإلهي تماما الشرع الإلهية إنما نزعل فكرة نحن كنوع لسنا بحاجة من يعلمنا ومن يدرسنا كيف نبقى حيوانات لأننا حيوانات نحن في نهاية المطاف حيوانات في رجل حيواني حقيقي أكيد لكن نحن أيضا كنوع كل ما نحتاجه هو ما ومن يعلمنا كيف نرتقي لنكتشف الجزء فعلا الإنساني الحقيقي استماوي العلو فينا هو هذا ونفقته فيه من روحي هذا الذي نريده ولذلك عُرِّفت الشريعة بأنها وضع إلهي من الذي وضعها؟ الله الله اخترى أن يضعها بهذه الطريقة أن يُقنِّنها أن يُرسِّمها بهذه الطريقة وعلى هذه الشكلة وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة إلى ما فيه صلاحهم في معاشهم وفلاح في معادهم ما أجمل هذا التعريف هذا شرع الله شرع الله يجعلك سعيدا صالحا مصلحا راضيا بإذن الله تعالى في هذه الدنيا وتحت كل الضروب بإذن الله تعالى من نعماء وبأساء من خير وشر من بر وضر هذا الدين هذه القدرة اللانهائية للدين لكن لمن تدين لا لمن ترسَّم برسول المتدينين لا 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 لمن تدين لمن عرف كيف يتدين حقا فقط سيكتشف ولذلك جُعل في رأس مقاصد الشريعة السمحة الكريمة إخراج المكلفين من داعية أهوائهم أنه تتبع حوائك هذا هو الفرق على فكرة كما أقول دائما على فكرة ما الفرق بين إنسان متزن واعن حكيم وبين أي حيوان فارس أو مفترس أو كاسر الحيوان فقط استفزه استفز خاطر بأن تستفزه يستفز مباشرة ما في عنده أترفع عندي إغضاء أبدا يستفزه ربما سطبك فإعدمك حياتك أما البشر كائن مختلف تماما البشر الذي اتصل بالله وعرف الله هيا يستفزه هيا يطعم في عرضه هيا يفتر عليه هيا يكذب عليه سيقول لك غفر الله لي ولك غفر أحسن الله بيتامك عفى الله عنك مع أنه يستطيع أن يسطو بك ربما عشرة أضعاف ما فعلت لكنه لا يولد أن يفعل هذا هو الدين يخرجك من داعية هواك الدين هو الذي جعلنا نرى مثل هؤلاء الشباب هؤلاء بالذات أنا أفاخر بهم أقسم بالله وبهم يسعد قلبي حين أراهم دون العشرين وفوق العشرين أيها الإخوة هؤلاء الذين يرتهدون بيوت الله تبارك وتعالى الذين ولدوا في الغرب ولكنهم لم يحتسوا قطرة خمر لم يعرفوا ما معنى الزنا والجنس خارج مؤسسة الزواج دعاة عفى مستمسكون بحبال العفى ما هذا الجمال ما هذا الروعة ويعانون والعازف فراجه من نار فقط لأنهم يخشون الله تبارك وتعالى ذاقوا بعض معنى معرفة الله تبارك وتعالى وهم يطلبون وجهه ورضاه ويخشونه بالغيل عظمة ما بعدها عظمة هذا هو معنى التدين ما الذي أمكنهم الدين التدين الحق أمكنهم أن يفعلوا ذلك معنى من أصعب ما يكون على الشعب لكنه يفعل ذلك نحن بعد أقل من شهرين سنستقبل الشهر الكريم رمضان أكرمنا الله جميعا وسائل المسلمين والمسلمات بأن ندركه في عافية تامة اللهم أمين وأن نكون فيهم المقبورين المسعودين المبرورين هذا الشهر تدريب شاق جدا لكنه على المسلمين والمسلمات حتى الصغر منهم يقولون مقبول جدا ومقدور عليه غير مسلم يتعجب وكيف تستطعون ذلك على مدى ثمانية عشرة ساعة ميسر لنا بفضل الله تبارك وتعالى لا نتعاطى شهواتنا وبالغيب يستطيع الطفل إن كنا أطفالا وكنا لا نفعل هذا شيء غريب قبل سن التدريف يقتلون العطش ولا يمكن أن ندخل الحمام وأن نفعلها هذا هو هذه العظمة حتى في طفل صغير ابن تسعة سنوات وعشر سنوات هذا هو الدين لذلك أنا أقول لسنا بحاجة إلى من يعلمنا على طريقة أن نكون حيوانات لا لا هذا مضمون ما تخافش ارفع قبضة الدين فقط ارفع الوازع الدين على الإنسان وسترى أسوأ حيوان حتى لو حمل عشر شهادات أولياء فالعلوم والفكر كما سترى أشرس حيوان ألعن حيوان من يمكن أن يغامر بإبادة نصف البشرية في سبيل شهواته من أي نوع من نوعا تزيد ملياراته مليارات أخرى التي لو جلس يحرقها بالنار لانقضى عمره دون أن تحترق عن آخر يال ما رأيكم؟ والله هذا هو الإنسان قال ما شاء الله ثرم وأوحاله الشيطان طبعا إلهه كتاب القانون ودين جديد وجوهر افعل ما تريد ما شاء الله تعلمنا كثير أفدتنا كثيرا حررتنا عرفتنا يا الرجل أيها المجنون أيها الساحر الفاجر الأفاك الأثين على فكرة الاستر كراولي وكان ضليعا في فنون السحر والغنوصية والأسرارية والرياضات القديمة والتنجيم وأطلنتس والكابالا والمستيسيزم ما في شيء كان ضليعا جدا 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 الرجل لكنه كيف كيف انتهى انتهى وهو ينادي تنزع روحه النجسة الخبيثة يقول أنا حيران أنا بابليكست سيطان يصرخ كذا يا شيطان اخرج لن يخرج لأنك اشتغلت له عبدا وتلميذا وسادا له في معبته لزي مك يا رجل وأرهقك وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فزادوهم رهقا طبعا قال لك أنا حيران بابليكست طبعا هذا شكو مهتدي طب أين التعليم وأين الاستنارة وأين أي تعليم لوسيفر وأنكم حملت مشاعر الاستنارة إلى العالم الحيران الشقيان السادر الساهي وين هذا بديل بئس للظالمين بدلا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير والله العظيم لا أدري شوف ولذلك العبد الفقير من سنوات يشهد الله لدي قناعة كاملة كل من يقول لك لم أعد مقتنعا بالدين لدي إلحادياتي أعلم أنا مباشرة أنه لم يعرف الدين ولم يعيشه عاش الدين النصد مجرد أن تعيش الدين الصحيح وبالطريقة الصحيحة أنا أضمن لك والضمن هو الله تبارك وتعالى لكن أعلم عماذا أتكلم مجرد أن تعيش الدين الصحيح وبالطريقة الصحيحة أضمن لك أنك ستقتصف ستقتطف وتخترف من بستاني كرماتك وستؤيد وستعز وستتصل بالله بطريقة إيه تخصت أنت تعلمها وأنا لا أعلمها حتما لا يمكن أن تطلب الله ويتنكر لك الله لا يمكن أن تصير إلى الله حقا لكن لا أن تصير إلى شهواتك وأهوائك التي جعلت لها ديباجة دينية انسى هذا كذب أنا أتكلم عن تدي صحيح مش تدي عليل مش تدي ثأري مش تدي أهوائي مش تدي نزوعي مش تدي مريض تدي صحيح ولو أجمل ما يمكن أن يطعطاه الإنسان التأييد أمامك الكفاية أمامك الإحساب أمامك عليز الله بكاف عبده ومن يتوكع الله فهو حسبه فاعبده وتوكل عليه مستحيل أن يتخلى عنك فإن لم تجده أو ظننت أنه تخلى فأنت المتخلى أصلا أنت تظن أنك كنت تسير إليه وأنت لا تسير إليه بكل بساطة أما هؤلاء فدرسهم واضح جدا ترجمة نانسي قنقر